الفكرة بتاع التجريب بتاع تفين إهاد جلال لسه ما تبعش على اللي عايت المنتخب لسه في بعض التجارب بيجربها بيشوف تباديل التوافيق لأنه هو في بداية كلامه قال احنا عايزين بغاية الشكل المنتخب للكرة الهجومية اللي احنا كنا مقصوطين منها زمان ايام تفين حسن شحاتها والجيل الفرحة من ألسين وستة حد ألسين وعشرة فطبعا بيس الأمر ده بيأخذ وقت شوية وهو عبر رب بيقلك انا لايك كرة فبتمنى ان انا اشوف لعبة الكرة الجميلة ولعبة الكرة اكيد وده مش هيصدر اتحقق من اول ماتش اول اول حاجة سريعة كده هو عشان كده احنا لازم نلتمس العزر دي عابد جلال دي لسه مازالت اول مباراة دي مع المنتخب اما حاجة المسيبة اللي اتحقق هو نسيب التحقيق الفوز انه ده الهدف الاساسي بعد كده الاداء يتحسن فترة فترة مع المباراة الدية مع مباراة رسمية تانية اضافية الفترة الجاية ان شاء الله تمام استاذ محمد احنا كل مرة بييجي مدير فني جديد بنقول تقريبا نفس الكلام يعني بنقول انه احنا يعني نفسنا نرجع تاني للكرة الهجومية بتاعت الكابتن حسن شحات نفسنا انه الامور تتغير بنلتمس العزر في اول مباراة والنتيجة هي اهم حاجة هل يعني مش عارف الطريقة اللي هتحصل في الفترة القادمة او الطريق اللي المنتخب هيمشي فيه في الفترة القادمة هل ممكن يبقى مختلف عن الطرق اللي فاتت او المرات اللي فاتت اللي غيرنا فيها برضو الجهاز الفني للأسف خلينا ولك يا كريمي المشكلة عندنا هي مشكلة اللعيبة اللعيبة مش هي نفس الكواليتي بتاع اللعيبة بتاعت 2006-2008-2010 صحيح الاداء اقل بكتير والمستويات اقل بكتير والرغبة في الفوز وتحقيق النجاحات والبطولات مش زي الجيل 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 يختلف عن الجيل تماما ويمكن انا حتى كان لقاء مع مستر هكتور كوبر خلال كاسلومة افريقية الاخيرة ديت قال لي فيها انتوا يعني كنتش فاكرين ان المنتخب عندكو فيه لعيبة وليسة زي الاججال للباكت ده ده كلام خاطئ وده فكرة خاطئة صحيح اه عندنا محمد صلاح لكن في باقية المراكز لو انت جلت تقار النص الملعب هتلاقي مفيش حد زي حسد عبدالربو ولا احمد حسن ولا محمد شوقي ولا في الهجوم حد موجود زي عمر زاكي وعمد متأت ولا في الباك الشمال مثلا حد زي سيد معوض ومحمد عبدالسيافي في اسماء كبيرة جدا في كل مركز لو انت بصفت عليه هبرس تلاقي اللي موجودين يعني اقل في الكواليتي شوية صحيح يعني هو اسم المدرب يتغير لانما التشكيلة بالفعل هي طريبا نفس الاسماء في الاخر اه المدرب بوصل فكرة لكن في نفس الامر اللي عيبة هي عليها جوزة اكبر لكن فالمستوى مش موجود وده انا شايف ان هو نتاج الفترة ما بعد الثورة الاجيال اللي صرعت كانت اجيال يعني كورة وقت شوية وما بقتش براونكها دي زمان فبالتالي الفترة دي هي اللي صرح ادلنا الاجيال دي بالشكل ده ما كانش بيه كورة بشكل قوي ده السبب في الاساسي من ساعة لما 2011 و2011 و2013 الفترة دي الدنيا وقفت شوية للحد قدام شوية وقال ما قدرنا نستعيد فيه 2017 تقريبا كان في كاس الروم الافريقية اللي احنا صعدنا وتأهلنا لها هو ده الحاجة الوحيدة اللي كانت موجودة وتأهلنا بعدها الكاس عالم هم دول كان فيه جزء من اللعيبة القدام من دمجين مع اللعيبة الجديدة من اضافة الفكر اللي انا شايفه كان اتفاعي اللي كان مالوش غير حل دوت اللي هم عمدوا ساعة هكتور كوبا اللي كلنا مقناش عمدينه بس ببساطنا اللي احنا تأهلنا كاس عالم ساعة